اشتركوا في القناة لتعاطي ذات الأولوية العملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر هذا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في دور المهم الذي قام به البنك خلال سنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر كما تم تباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ومواصلة النمو وتعذيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوية 2023 بلغ عددها 2000 محل حتى الآن ويستمر الأوكازيون لمدة شهر وعلى من يريد من المحال التجاري المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقا إلى مدريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للفصول على الموافقة بشرط أن تلتزم هذه الجهات بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيانة عن الثمن الفلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوية 2023 فإن المحال التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية وأن من يثبت تلعب في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقا لرغبة أصحاب المحال والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوية ننتقل إلى وزارة التضامن الاجتماعية حيث تبدأ الوزارة يوم الأربعاء صرف المساعدات النقضية ضمن برنامج تكافل وكرمة للأسر المستفيدة عن شهر فبراير الجاري وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وقامت وزارة التضامن بتسليم الأسر كارتميزة لصرف الدعم النقضي شهريا وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج تكافل وكرمة إلى 25 مليار جنيها وذلك بالتنصيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن دوي الإعاقة دم ضمن ببرنامج تكافل وكرمة ونختات مواضية تغطية بهذا الخبر ويتبقى ما يقرب من 36 يوم على شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا وتشير الحسابات الفلكية أن شهر رمضان هذا العام سيكون أول أيامه فلكيا يوم الخميسة 23 من مارس كل عام وكل حضراتكم بخير وكل الأمة الإسلامية بخير وجدير بالذكر أنه بيولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقترام في تمام الساعة السابعة والربع وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء التسع وعشرين من شهر شعبان عام 1444 هجريا والموافق أيضاً 21 من شهر مارس لهذا العام كل عام وكل حضراتكم بخير وهنا تنتهي هذه التفرية شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة